شونطال مرحبا. السلام عليكم. مرحبا لله. سمعتكم كتغضروا على بزاف ديال الحوايج في الدين ولكن هو بصراحة كتدخل بزاف ديال المغلطات اللي كيولي كتدخلوا يعني كيف نقولوا احنا يا الشك في بنادم يعني كيولي إنسان كيمشي الشك بالياقر وبزاف ديال المغلطات كتعاود بزاف يعني كنقول شنو السبب اللي كيخلي هاد المواضع كتتطرح في لايفات يعني بهاد الزرعة هادي كيف غدي نقولو وبالاخص انه مثلا من اللي كتبدا يعني كندخلوا احتراس صلى الله عليه وسلم انه قل لنا واحد المعلومة اللي ما صالحة شنينه في هاد الوقت هذا يعني شنو ما الاسباب اللي كيخليوا يعني الواحد كي بديدخل في هاد الشك هذا. واخر الله شنطال ديال ابتداء انت يا مسلمة يظهر ياك صحيح. الحمد لله الحمد لله والله ما ثبتنا للإسلام. امين رب العالمين. دب انت يا واقي لأول مرة كتدخل عندنا شنطال ياك. اول مرة. طالك الله يفعلها كا وقفتها وسمعتنا انها ضر وطلعت. يا صدفة فرح. يا صدفة. اه دوادك شانا شكت يا لاظرة. دا ما فهمت علاج. دا ما طال عن طارد يقول له اراك تدير مغالطة. شنين المغالطة اللي بغتي تصحيها عندك كامل الحرية. لا ما شانا قلت لك انتك تدير مغالطات. لا انا كن هنضر بصفة عامة يعني ماشي وجهت لك المسايا انا كنتك تدير مغالطة. حيث انا ما كان عرفش ما قدرش نظلمك. ما كان عرفش شنو المنهاجية ديالك. تقدر تكون غيكا تناقش وكتعطي واحد تساؤل ولا كتطرح واحد الاطروحة. ما قدرش نجي نقول لك انت كتعطي مغالطات إلا ما كنتش ملاقشة معك واحد الحاجة. واذا بنتي مش عرفت انا كنترح المغالطات وانتي ما سمعتيني شاش كنقول. حيث قبيلا سمعتك قلتي الولد للفراش. اه دي كان مغالطة. مزيان صحيح ان تفضلي. اعطينا الحاجة اللي غلطنا فيها وصحيح ان نوكن نسمعهم كاملين. يعني قلتي بان الولد للفراش. احنا نهضره طبع غير بالمنطق. انتي جيتي عند الرب. الله سبحانه وتعالى. سابعة. ايك ما كنت تدعي الربو بيا. انا رأي اله مفرطة. اه. دي بغي باش انت فهموا بغيت انا انا اضرب المنطق او انا اضرب الشرع. باش ما بغيت. وانا كان فضلنا اضرب الشرع. المنطق انا اضرب اخرى. شنو اللي ما اعجبتش. شنو الشنو الحاجة اللي غلطنا فيها صحيح لنا ونحطوا هذا الفيديو باش الناس يستفدون منه. تفضلي. واخا. علش انت هاد الولد للفراش ما دخلتلكش الراسك ما اعجباتكش. ورأة قال لك السيد راهب السيد. اه. حاليا بالصدفة. ويقول لك الطبيب انت مستحيل تولد. وقال احنا نزيدون تفعو الكروسة اكتر. وتمشي انت يدير لها ضيان. وتكتش بلي انه هادوك الولاد اللي عسرسين انت كتعلف فيهم. وانت كتكبر فيهم. وولاد ديال جارك. ولاد ديال واحد خدم معها فلوزين. ويجيك الشرع يقول لك الله هادو كرهم ولادك انت. وخاصك تصرف عليهم منك. ايو لكن انا اقول احد حاجة. اه. دبا في الشرع اللي كان هدرو على هاد الموضوع. مثلا في هاد الحالة هادي. كتقول مثلا واحد عاقر. من بعد اكتشف راسهم بعد عشر سنين بان المرأة دياله جايبه جوش ديال دراري ولكن هو ما تولدش. فهاد الحالة الى الراجل يلعن المرأة. وكيقول لها انت زانيا. وجبتي لي يا ولد الحران. بالمفهوم ديالنا. فهاد الحالة هادي ينسب لولاد للمرأة. للأم. ما كيتنسبش لهذا كالراجل. ليش؟ حيث اللعنة جاتها من عند الزوج ديالها. فبهذيك الحالة ما غاديش اشارع ان انا كان هادر. احتى في القانون كان ضل يعني احتى القادرة غادي حكم بنفس الحاجة. يعني هاداك الولد كيتنسب للأم. ما كيتبقاش يتنسب لهذاك الراجل. لان تبت عليها بان هاداك المرأة رهزنات. حيث هاداك الزوج تبت بانه هو واحد الانسان اللي هو عاقر. ما يقدرش يجيب دوك الدراري. دبا عين تفاهموا. دبا احنا نحضروا على الاشكالية ديال الولد ولي الفراش. دبا احنا مثلا بزاد الدري. وثابت ان هاد الدري بالعضيين مثلا انه مشي الابن ديال ببعاه. ياك. وما كلا لعن لواله قاتل امور غادية. فش طرع هل هذا الولد ينسب لهذا الرجل ام لا. الى مشي من صلب دياله. يعني كيكون سافي ذاك الولد زاد في ذاك الفراش في ذاك الدار كيف كان قوله حنايا. كبر معاه اسميته الراجل هاداك الزوج ما قالش لي هانتي راقي زانية وجبتي لي هادا وض الحرام وهذا. سافي هاداك الولد راكي تنسب له. ما غاديش يجي مثلا نقوله حنايا بعد عشرين عام هاداك الزاني اللي زنا بها. وغاديشين بعد عشرين عام وهذاك الولد رباه وكبره. وغادي يقول له شوف را انا هاداك السيدة را هاداك الولد راح ولدي. را انا زنيت معها قبل عشرين عام. انا اطالب الولد ديالي. اوكي. لان الزوج ديالها ما قالش لي هانتي زانية. يعني ربي باش غاديشون كرامة المرأة وعرض المرأة وقد في المحصانات. تخيل معايا اطالت اليوم كنعيشوا مثلا هاد الحالة. الديل غادي يجي واحد غادي يبغي لفقتهما للمرأة. يجي يقول لها انتي هاد الولد هادا ربعا شي ولدي. انتي زانية. اوكي. اوكي. اوكي يرفع لها ارفع لها الدعوة في المحكمة ويدلوا العضيئين وبقتل عهباط نزل وهذا. وفالاخر غادي يبين بانه لا هادك راه راه ولده نيت. ماشي ماشي هي زانية. يعني غادي يقول لي وحنا كل نهار غادي في المحاكيم والعضيئين وجلسات وطلعوا ونزل وهذا. يقول فعلا وطلعوا وطلعوا. وقد يخرجوا. بابا انت يا بغيت نسولك. واش انت يا عندك شي علاقة شوي بات شي ديال التربع الاسلامية. او لك تقرر التربع الاسلامية ولا سبحان الله. وما اتينا من العلم الا قليلة. فهمتي انا عرف ما اذا ما الانسان تعرف كيبقى ما كيعرف والو. حيث العلم كيتطور. ولكن دائبا تبقى المرجع. قد بان سؤالي. غير كيبغي نعرف الشخص اللي كيتحدث معايا زماري واش خدمتو هادي ما فيها باس يعني لا كنت مثلا لا ماشي خدمتي لا ماشي خدمتي التربية الإسلامية واش انت أستاذة وقليك المهم يعني ما قوتنا من العلم إلا قليلا ولكن مالي كان هدرك واحد الحاجة إلا كنت واحد الحاجة إلا كنت واحد الحاجة ولكن إلا كنت واحد الحاجة ما متأكدش منه نقول لك باللاتحتان مش نقلب ونبحث ولكن كان قلها واحد السيد قبيلة قال لك ولات المعلومة كان توصل بالزربة يعني كان طبي في هذا كان نجبدو المعلومة ولكن ماشي كل المعلومة كان تكون رها صحيحة ما دعم شانطان دبعوش انت يخدمة في التعليم كتقرر لونيدات ودبعوش كتسويني سؤال شخصي حنا كننقشو الموضوع شنو بغيسي تعرف بطلق لا غيلا ما كشفاء حاجة بيتين نعرف تربية إسلامية ما كتتقررها شيئك تربية إسلامية لا ما كنقررش تربية إسلامية طيب إذا كتقرر الشمة الداخرة ما علينا دبعوش اللي بيتنا هضر عليها تربية إذا كننقش تربية إسلامية كنا نرى ما أقول الله عبرها هذه الأغلافية ديالا و هذه الأغلافيات اللي بيتنا لا غني اقول لك يكون واحد الإنسان يظر في التخصص دياله و تعطيه واحد لأبوعد وحد نفس اخر للنقاش تلقى واحد الإنسان متخصص بتناقش معه يجب أن يكون ربما تخصص يبقى يقول لك هذا راغي عامي وكذا يعني لا يوجد شيء واحد اللي ستناقش معه شوف لك شيء واحد اللي ستناقش معه لا يوجد شيء واحد اللي ستناقش معه نحن غير ندرد شو يعني حب هذا مثلا ملي شيء واحد يعطيك واحد الفكرة مثلا ما كتكونش مقتنع بها كتمشي مثلا تبحث كتمشي كيف قلتي كتسوي الناس المختصة اللي هما كيكونوا ولاد ضامن كيف تنقولو ماشي مشكلة موليو الموضوع موليو الموضوع نحن السيد قبيرا طلع عندنا قلت من الجزائر وربما قلت في المغرب وقعت هذه المسألة قلت في الجزائر السيد مثلا شك في مرته بللي هذوك الولاد ماشي دياله لأنه عاقر وقعت وجاءوا الناس داروا شهادة ديالهم القاضي تبت هذك الولاد تبتهم اللي هو ماشي بباهم بذريعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراشي وللعاهر الحجر يعني الشرع يثبت لك ابنا العلم يقطع بأنه ليس ابنا لك احنا هذه اللي كان نقشوها ماشي مسألة احنا ما كنعرفوش ما كنعرفوش في الجزائر شنو القانون الوضعي ولا القانون ديال الحال حليك من الجزائر هنا كنعرفوش في المحكمة الأسرة على أش من على أش من خليك من الجزائر لا يا رب ما عافلش أنا تما شنو عندهم واش كي حكموا بالشراع واش كي حكموا بقانون الوضعي واش 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 شوف شانطان غدا قد ندبر في تليفون ضروري مع مرزي نحل بهذا لايف بأنه صعب شوف ده بنسيم الجزائر والأمالي والأبوركين احنا قد ننسو اسماء ديال الدول احنا قد نهضروا على النازلة الرجلون تأشف بللي أنه هاد الولاد ماشي دياله وما وقعش لي عن بينه وبين مرته الشرع كي يقولك هادو ولادك ولو أنك تبت بللي أنه ماشي ولادك كي يقولك هادو كراه ولادك بدالي للحديث الولده للفيراش شنو بلك انتفاد ولكن أخي في هاد القضية هادو ركينا فتوى بأنه إذا المرأة ملعونا من طرف الزوج راه صافي ركي يتنسبو للأم ما كيبقوش يتنسبو للفيراش يدون لعان بلا لعان ما وصلناش لللعان ما زال ما تلعنوش بيناتهم نديروا مثلا اكزامبل واحد مزوج بوحدة المرأة مثلا نقولوا احنا يزنات واحد المرأة في المرات جات لعند هادوك الراجل هادوك الراجل كيمارس معها يوميا العلاقة الحاميمية دونك بيناتهم واحد كونتاكت سكسيال كل نهار فكيف يعقل احنا ما عندناش تلك الطريقة لكي نعرفوه راه فريمو هادوك وش ولده ولا هاي ولد الاقور دونك هي راجلها معاه دي ما كتتمشي كتجي كي عرف راسوه بوحدته لكي عاشر هادوك المرأة فهي ولدات الولد ولل عنده عشر سنين ولا عشرين عام جا واحد الراجل دق عليه قالي اشتي هادوك المرأة ارى انا ازنيت معها ورا هادوك راه ولدي دق عليه شوف سؤال ماشي هو هادا حاولي غيرت جاوبيني على سؤالي بلما تصنعينتي سؤال لانتي صايبتي لرأسك سؤال اعطينا السؤال على الجواب على السؤال ديري انا انا موكتلك شاوب ديها انا اعطيتك فلاسي جياز ثابتة ان الابناء ماشي دي البوم ثابتة مثلا علميا ثابتة ان هادو وليدات ماشي دي البوم جاوبشي بلا صفر ما كيت نسبو الام ما كيش ليعان ما كيش ليعان لا ما كيش ليعان لا الراجل مكيه لعمش المرأة وتيقول لها انتي زانية وهادك الولد ماشي ولدي ص Kraft حذك الولد كيتنسب لدك الراجل ولكن العلم كيسي قولها ماشي ولده انا كنقول لك نانتسك الادو هادو مasa ماشي ولده اوكي هادوك الراجل اللي هو شايف هادو مثلا الادو كيببغيت لي مثلا هكا هدا و السؤال ديها لك بأن هادوك الراجل عرف بأن هادوك المرأة رها زانية فما العنهاش ما قلت لها انت ركي زانية هو ما بغاش لذلك الولد كيتنسب لي كيبقى ولده منسوب للفراش ولكن إلا نعنها من بعد ما شاف الـ ADN وقال لها شوف رمان سترا فاحشة في الدنيا ستراه الله في الآخرة من لي هذيك سيدة من لي هذيك سيدة ما بغاش يمشي بقى يدور في الدروبة ويقول لهم اشتي مرتين راه زانية راه ذك ولد ماشي ولدي وكذا يعني بغا يسترها ملعنهاش دونك ينسب للفراش يعني راح ماتن بهذيك سيدة اللي تقدر تكون احتها هي زانية ودرت واحد الغلط وإنما الله غفور الرحيم والله أعلم يعني كيبقى كل شي فضلة يعني احنا كن نقشو على حسب اشنو كيقول شرح والله مادام كيقيرو الدراري تلقتي معايا شوية مهدن ماشي مشكلة احنا مخبش نصنع صوره احنا عشنا ما قسو بلا تغيث ولك شنو هو شنو هو المنهجية ديالك واش انت مسلام ولا ماشي مسلام ولا انا هو الايلاء ديالي الكفر في العالم انا هو عبد الاسلام رقم واحد يعني انت ملحد وكتعرفت بطالوت معمرت وسمعت بطالوت لا ما عنديش بيه واحد درية في صراحة لا ان شاء الله اليوم وايقالك الدرية ان شاء الله اذا انت ملحد لا ديني انا لا ديني اه انا لا ديني اه اذا شنو السبب اللي خلت انا كنتك تقول انا لا ديني صبرا صبرا انا نجمع لوقفة معك صافي انا نجد لوقفة بزيان يمتكي صافي باشتا انا ندير حزام السلامة صافي زير الحزام انا زيرت الحزام اي طير الحمد للعقل وكفى وسلام على من اتبع نهجه وهديه اصطفى ثم اما بعد الاخت شانطال الفرنسية الافرنجية صعدت عند الشيخ الاله العظيم طالوت كي تحدثه عن ليني الاسلام ايانو لما عندو باقاج تفضلي اما ضمانة معك يلا ضباني تو قطلك قطلك اشنا هو اللي يخلك نسايا انك مثلا لا ديني ما كتقامنش ما خلاني انا لا ديني هو انه لا دليل يقوم على صحة دين الاسلامي وغيره من الديانات عندي زيد مثلا اعطني واحد المثل او واحد الحاجة اكتر حاجة كتقول انه كتخلي طالوت لا ديني عوديلي شنو جوب ديلي عفك قطلك شنو السبب الاول والرئيسي اللي تقول انه انا لا ديني لا لي لقيت الاختلاف شوف واحد المسألة ما كان بغيرش نقولها ولكن انا عندي التليفوني لا هضرنا بزوجا انا ما كنتسمعش يعني وكنت بداية هضرين بقناة قلت فاطنا اوالبا ما كش بك يسمعني خسكت اكتس انكتكت سوكتي على خاطرك عدنا هضر دوف انتي يا ديري بحساب رعاني ما كنتسمعش حول الدرجو ما لا قاصره انا سؤالي اللي قطلك انا ما قلتكش عاودي لي سؤالك انتي قلتك عاودي لي جوابي انا واش ممكن تعاودي لي جوابي انا تفضلي انت جاوبتي قلت لي ما عندكش دليل من اللي انا كنقول ما عنديش واحد دليل دونك تكون واحد الواقعة ولكن هذيك الواقعة انت ما عندكش دليل الدليل بوجود الاسلام كدين ما عندكش دليل يعني لا تؤمن بالاسلام بالوجود دياله ما عندكش دلائل بشي لا اؤمن بوجود الاسلام لا اؤمن بصحة دين الاسلام يعني هل تؤمن بالخالق نعم يعني كين خالق الكون نعم خالق الكون من اللي كان سولك فاش كيتجسد بالنسبة لك انتايا كشخص أو كعقل مفكر شخص نكش باش نكون وكان هضرو بالعقل بالعقل ديالك فين كيتجسد هذا الخالق بالنسبة لك انتا يعني فين كيتجسد يعني من اللي كانت تقول الخالق شنو كتسميه الخنفيشار شنو الخنفيشار الخنفيشار نعم تعرف المصطلح عافك اسم الخالق ديالكوم هو الخنفيشار ما معنى الخنفيشار هو الخالق اسم الخالق ديالكوم اه ولكن شنو الخنفيشار ما فهمت شهد المصطلح بحل انت اسمتك فاطنا ولا اسمتك رابي عاو اسمت الخنفيشار اسم علم يعني سمتيه واحد الاسم اللي ما عنده تشي معنى اوكي الله شنو المعنى دياله؟ الله الله هو الخالق لا غير صحح الله عنده أسماؤه الحسنى دب الله شنو كتعني؟ هو الجبار هو الكريم هو 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 يعني عنده بسرق الأسر ما قلت لك شعطاني مورا ديفات الله قلت لك الله شنو المعنى ديالها؟ المعنى هو الخالق هو اللي خلقني وخلقك وخلق الكون معنى صحح لا لا الله ما كتعنيش هو الخالق الله ما كتعنيش الخالق شنو كتعني؟ واشوف انت يا دب اللي كتسولينا معلينا شنق زواج جزئية شنو باتي تقولي من موراها؟ يعني من مورا أنك كتآمن بالخالق رادجا بامال دونك نتسامة شيقع لا ديني حيث لا ديني لا يؤمن بالوجود الخالق يقولك ما كانش واحد كرياتور غير صحح غير صحح غير صحح مرة أخرى غير صحح لا ديني كتعني لا ديني لا ديني كتعني لا ديني بحل صباط حمر كتعني صباط حمر مش كحل كتعني مش كحل لا ديني كتعني لا ديني لا ديني كان فرق بين الله أو للخالق أو للمسبب الأول أو للمحرك الأول وبين الدين يمكن أن تؤمن أو تسلم أو تعتقد بوجود محرك أول أو بمسبب لهذا الكون وفي نفس الوقت تكذب أو تنفي أو لا تقوم لديك حجة على صحة صلة رسول بشري فوق هذه البسيطة مع هذا المحرك الأول هناك فرق شاسع بين الأمرين مزيدين موضوع حسنًا هذا الاله الجيال كنت أخينا فيش كيفاش 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 نحن نتواصل معه شنو همزة الواصل بيننا وبينه ما كان تواصلوش معه ما كان تواصلوش معه هو رب تعرفين الفرق بين الإله والرب أو لما تعرفين الفرق بحالي لقنا الرسول والنبي يعني غا ندخلو في الجزئية يعني الإله ولا الرب كيفاش كي خاطبنا حنايا ما كي خاطبناش ما كي خاطبناش لا واخا انت عندك واحد الحالة يعني متلا كتحس براسك أنك ماشي مزيان كيفاش كتتواصل مع هذا الرب باش غادي ديلك انت واحد البليزيغ في الداخل ديالك تحس براسك أنك مزيان ما عنديش بليزيغ ما كان تواصلش معه ما كان تواصلش معه أوكي مليكا تستريسة وما كان تحس براسك مزيان اشنو كتدير كان نشرب الفيتامين ماغنيزيوم والفيتامين سي وانشي النرقود وإلا نشي الله صالح لحظه وإلا لا قدر الله وقعت لك واحد مهم واحد الحاجة في حياتك مثلا ما تلك شي واحد ولا فقدت شي حاجة ولا وقع لك واحد الامتاشمون اشنو كتقول لما تلك شي واحد كان قول الله يرحموه وعزاؤنا واحد وصافي وكان حزنو اللي قسم الله والحزن راكيدة وهل الزمان وما كتفكر شدك الجساد وهاديك الروح فين كتمشي كان فكراه كان تقول أنه واش كين حساب ولا ما كانش كان قولاه اوكي يعني إلى خلقنا غير هكاك يعني عبت لأنه كيف كان الفداية كين النهاية اوكي ما معنى العبت ماذا تقصدينها بخلقنا يعني غير هكاك يعني خلقنا وما عرفش علش خلقنا خلقنا غير هكاك شنية هكاك شنية هكاك يعني أنه لحنا في الكرة الأرضية غير باش باش مثلا نعيشون ناكلون شربون شو الطوالات وصافي ما عندنا تشي هدف الهدف هو أننا ناكلون شربون ثناك حمش والطوالات هذا ما عجبهش هذا الهدف مثلا نو لان حتى الحيوانات كتمارس نفس اليوميات وشنو المشكين نكونوا في الحال وكتزاوج وكتدير طوالد نفس الحالة وعليش انت بالضبط بغتي تكون يحصم الحيوانات شنو الحاجة اللي فيك بغتي تكون حصم الحيوانات زعمة شنو عندك الوعي عندك العقل انا عندي العقل انا افكر انا موجود يعني انا يا ماشي واحد الحيوان اللي ما كيفكرش واخه عندك العقل وعندك الوعي هل هذا يعني انك ضروري خاص تكون عندك شي هدف مختلف على الكلب وعلى الحمار وعلى النموسة طبيعة الحال هذا الاختلاف هذا وشنتي اللي سمعته في دماغك كبشر او لا هذا الخالق دي الكون هو اللي يقلك رك مختلف على هدوك الناس لا بالنسبة لي انا كبشر كنفكر بالعقل انا كإنسانة كنحتاج الواحد العقيدة اللي كنتامي لها انه ملي كيكون ملي كيكون عندي مثلا واحد لامباشمون في حياتي كيف مثلا كيف مثلا عن بيبي كيحتاج للموبة ولا مثلا شي واحد عمار كيحتاج العكاز لانك كتحتاج لواحد المرجعية انك كتحس براسك بأنك ركس طابل إلا كنت عندك واحد واحد الحاجة ما فيها شركيزة ما عندك شساس كتطيح ملي كتكون عندك ملي كتكون عندك العقيدة لانك كتابة لانك كنت موجود لانك كتابة إلى واحد الحاجة شكرا لولي زازا شكرا لانك شانتال انت هوبتي على رسك واحد الجواب مهم. قلت انت محتاج ان تكون عندك واحد الراكيزة. واحد الخلفية. واحد الحاجة اللي تتكي عليها. هيك هادي الكلام الخلاصة لكلام ديك. انت محتاج كإنسان صحيح؟ صحيح ام خطأ؟ شون طال كتسمعيني؟ دراري كتسمعوني؟ آن طارت. كتسمعوني انا ياك؟ ولا دونك مشيت. شون طال الى كتسمعيني ناركي طارتي تترجعي؟ شون طال هاد القول ديك انك محتاج شي حاجة؟ راه هو السبب الرئيس والاساس في خلق الانسان لله. وليس في خلق الله للانسان. جوابتي على راسك؟ احسن جواب. لانه هذه الحاجة اللي عندنا احنا. قد تقولي انه عندنا واحد الحاجة فينا. هذه الحاجة اللي فينا هي اللي خلاتنا احنا كبشر خلقنا الله. وليس العكس. انتم تقولون بالعكس انتم كم سلمين او كم دينين ان هذه الحاجة خلات الخالق ديانه يخلقنا. وهذا يلزمه دليل وإثبات. لان انا. الأصله ان نحنا من يحتاجين واحدة الحاجة. خلقنا لها لحل ديالها. لان الحاجة규 الم اختراع نختارعله. واحدة الحاجة اسميتها الله لان انا كنا محتاج الى الله. كيف اختارعنا او لا اكتشفنا النار لأننا كنا محتاجين للنار. كيف اختار على اللبس الحويج لأننا كنا محتاجين لبس الحويج. كيف اختار على المطبعة لأننا كنا محتاجين للمطبعة. كيف اختار على طيارة لأننا محتاجين للطيارة وهكذا. الحاجة دائما تولد أو توجد الاختراع. الاختراع هو الله حاجة هو النقص لدينا. على هذه الحاجة سنجاوبك. لن نبيلك العكس مثلا أنا عندي واحد لماشين اوكي درت في الانترنت جاتني حليتها بكت كان خربك ما عرفش ما عرفش نخدمها جبت الكاتالوك قريته ما فهمتوش حسيت براسي بانني محتاجة لشي حد اللي غدي عاونني حيث انا ما غديش نقدر عليها بوحدتي واختا نفهم واختا ما غديش نقدر فغديمشي كان واحد لسيرفيس كليانتيل غدي نعيط لهم في عاوني يقول لهم بان شوغر عادي واحد لمشكيل ما عرفتش اثنان كييجي هادك السياد كيعاونني كيقول يارا هكينو 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 وانقول لي ولا كيكي تقول لي انا ركون وشوربته ما بغاتش تخدم تيقول لي يا باللاتي غدي مشي نصفتها لعند شركة اللي هما صنعوها ضنك يحتاجوا لهذاك اللي صنع ذلك الابارايت هذاك الصانع اللي صنع ذلك الابارايت والذك الشركة اللي خرجت إلا ما لقدش لي هالحل تهي كاتمشي عند هاداك لدرس الصوفتوير ودك تخربك كاتقولي جي بلينا الحل ديال هاد المشكل دونك حتى هما كيحتاجوا الكرياتور اللي اختار هاداك الماشين دونك أنا حتاجيت الواحد المساعدة بغيت باسكوا ما قديتش مكبلا ليدين ولكن هما حتاجوا شكو نصنع لو كان ما كانش هاداك الصانع ما نحلوش هاداك المشكل مزيان فهذا هو العلاقة ما بيننا وما بالله اوكي انا محتاجة لي ولكن لو كان ما عرفتوش بقى حياتي كاملة تالفة كنقول بزاف تساؤلات ما في خلينا نهضر انا صاف دب احنا يا شريط انت يا واحد تليفون نخسرلك عندك الادرسة عندك النامرة ديال سيرفيسا براي فانت تواصلتي معا مقالك سافتان التليفون صايبوهلك دابنتي في حياتك عندك مشكلة بغيت تتاصلي مع الامازون اللي صايباتك اللي هي الله كيفاش غديري تتاصلي مع الله عندك الادرسة ديالو النمرة ديالو كيفاش غديري أغز مو كاين بزاف دي الحوايج ان انا كانت تواصله مع الله مثلا ملكة تركع في السجود هذاك تواصل روحي مع الله سبحانه وتعالى ملكة تكون صايف هذاك تواصل روحي مع الله سبحانه وتعالى دقيقة دقيقة داب احنا يا بغين الله يحبنا احتى الا ما احتى احتى دان شوف الكلام عاطيفي ما اخدمش داب احنا يا كان اصدقى ما خليني نهضر صالة عاطفة صالة ره فرض ره ركن من قركة الاسلام ما قلنالك ما حكم الصعي اه مادام ما قلنالك انا عندي صالة ديالي بالكيسر ديالي الله كبار سبحان الله شانطال داقيف انت كتقول ما كتأمش كتقول الله اكبر ودبا احنا غير باش نسوش عجيب امروكا يا صديق راه من لي كتحاضري انا ما كانت تسمعش دونك كانت ترخصين بدا نقول وا 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 باش تسمع كنقول الله كبار كنقول الله مصلع الحبيب كنقول الله يرحمناه كنقول كل شيء ومع هذا انا اخطاره على الاسلام من اعدائه مجتمعين وكتشاهده ان لا الى الله وانا محمود رسول الله لا لا ما كانشاهده انا من لي كنزعف بالزعف من ليك يعصبني شي واحد كنقول لي اليها يا الله معلناش نقول لي الموضع انت يا دبا من اللي بغتي التواصلي مع الله خاصكي التواصلي مع الله تواصل حقيقي خليني من ذاك شي ديالا كي يجيني كنحس بيه كنحس بالراحة انا ما كانه بغيبonnen على الراحة Đيالك يلقي التي ليس ا deceived سابنه ليس اجلهم على الاسلام اجل العقد في التواصل اجل أن gepساعد الالتفاية اجلال انك تقدم انا أكد من بعض مشكل في الصوت ويومدي ديالك في صحتك محتاجة marvel אניساعد لك تخدمك المشكل كيفش تخدم حياتك وعقلك علاقتك والداتك حياتك في صفاحات مانت الجين تقول لي dollars يجد ان أعطينا الكعتالوج وهي أعطينا الكاتالوج او لانوتيس دوتوليزازيون باش نخدمو نتافقين نتافقين هاد لا ميزون هادية ديالكنتية واش تواصلتي معها ولا عندكم شي اشخص تواصل معها كيف اجبتو هادك لانوتيس دوتوليزازيون باش تخدمو بها باش لا تحصو اون بان طريب باريو لا بان جاوبيني عليها هاد السؤال بالضبط هو انه الرسو صلى الله عليه وسلم محمد هو جاب لنا كل شيء من عند الله سبحانه وتعالى يا رحمه عنده محمد هو اللي مشى عند الله وجاب لكم الكاتالوج لمشى هي اللي مشى وووو اللي انزل عليه الوحي اا هو اللي انزل عليه الكاتالوج الكاتالوج هو القرآن هيك زيان محمد هو الواسطة بينكم وبين الله ميزون هو الكورتي هو المرسل هو الرسول وإلى كان هاد الرسول ممشاش عند الله ميزون مشاشى بكاتالوج ايف دارهم وجاب لكم وقال لكم ودي هذا رح ليه اللى ميزون كام ديرو معي عشان عادوا لا يمكن القرآن أن يكون محرف لو كان محرف لو كان القناة فيه بزاف ديال التستامنت بحلف الإنجيل ولا ولا القرآن ليس محرف لأنه لو كان محرف لو كان القناة فيه اختلاف كثير والقرآن ما فيش اختلاف شكرا حلاوة الرح مرحبا مصداقا لقول الكتالوج ديالكم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لو وجدوا فيه اختلافا كثيرا منوع الاختلاف اللي ممكن أننا ما نلقاوش في القرآن القرآن كله ما فيش اختلاف كله غادي وضوح الشمس ليس محرف ولكن ذاك الكورتية ذاك هو سايبهم زيان وما دارش فيه اخطاء يكون غير هو لكن قدهم زيان حسب حسابهم زيان ولكن مع الشيء يكيب وقدهم زيان خاص يكون هو الاله خاص يكون هو الكرياتور خاص يكون هو اللي يسمع ذاك ذاك الاماشين وهذا لا يعقل العين ما كتعلاش عن الحاجة عندك انت يا دليل دب الدليل القوي دليل القوي اللي عندك على أن هذا الكتاب من عندي أنا نهضره صراحة ومن عندي الله هو أنه ليس فيه اختلاف ما فيش غلاط ما فيش شي 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 حاجة ممكن تعرفي لي ما معنى الاختلاف عندك شنو كتقصدي بالاختلاف؟ الاختلاف مثلا كتلقى كتلقى واحد الحاجة متنقدة مع اختها الاختلاف كتلقى مثلا هذه ما كتمشي معها هذه الاختلاف كتلقى مثلا كتاب الاول لا هذا ما عجبناش غادي نحيدو غنديرو واحد اخر ثاني لا هذا ما عجبناش غنديرو الثالث فهمتي؟ يعني كيكون فيه واحد تحريف وهذا التحريف ما كينش بالقرآن حبينا مثلا مثلا في المغرب كتلقى في جزائر نفس نسخة انا غيني اشترح على هذه القاضية مثلا الى واحد الحاجة مفهمناهاش دخلها في الاختلاف او لما دخلش في الاختلاف؟ الى واحد الحاجة مالقيناهاش مفهمناهاش الى واحد الحاجة مالقيناهاش مكلموش صارع هذا كل يخل رجلنا لا معشين ما كان لهموش باك نقولوش هتكراه من كل لخ ولكن تنبحتو دب احنا كان هضرعنا شوف الموطن البحث عدنا هو الاختلاف عدنا واحد لحاجة مفهمنا هاش مفهمنا هاش هل هذا يعتبر اختلافا ام لا يعتبر اختلاف انا رأيت نفهم شنا هو الاختلاف باش نعطيك الامثيلة رأى انا قلتلك الاختلاف مثلا هنا في المغرب غادي لقى مثلا واحد لآية مكتوبة بواحد صيغة غادي نمشي السعودية غلقى مثلا واحد لآية اخرى مكتوبة بواحد صيغة اخرى غا مشي الحباشة اللي هم الصومال غلقهم كاتبينة بواحد طريق اخرى ولكن احنا ما كنلقاوش هت الاختلاف في القرآن يعني في جميع الدول المسلمة عندهم نفس النسخة ما كانش واحد النسخة اخرى كتروج مختلفة على الاصلية خطأ ما دم خطأ خطأ دب اغدين انا قد نعطيك مثال اخر ادين نرجع مثلا الله عز وجل يقول انه اعطيناك الكوثر انا اعطيناك الكوثر ما معنى الكوثر انا اعطيناك الكوثر اها كمل ما معنى الكوثر ليش بغيت يتوصل بغنا نفهمو ما معنى الكوثر هت ممكنش نجيب واحد الكلمة من واحد صورة اللي هي كبيرة وتنقولوا ما معناها ما يمكنش اه يعني خص ما خصكش تسول على شي حاجة ما معناها خصك تجيب الصياق كامل هم اللي كانج بدو منجي الطلاب كنقلب على واحد الكلمة رات تلقو فيها بزاف ديال المعاني والمعنى كيختلف على حساب الجملة ما هو ماذا في جمع اللوقات ورا جملة كنت مقدرة كتقدرة تبدلة بزاف الجمل و não法 أنا لم أعطيتك الكوثر بوحده قالت لك أعطيني البعنى دياله قال قال الله تعالى في كتابه العزيز وعطيتك الآية وعطيتك السياق إن أعطيناك الكوثر ما معنى الكوثر في الآية أنا أكملها إن أعطيناك الكوثر وصلي لربك وانحر إن شانئك هو لابتر ما معنى الكوثر نسهل عنك هل اتفق علماء الإسلام على معنى الكوثر راها داك شا اللي قلت لك قلت لك ره كلمة في المعنى ديالها كتبت دل يقدر هذا سيشرحها لك بطريقة سؤالي محدد سيشرحها لك بطريقة أخرى سيشرحها لك بطريقة أخرى ربما لي الله عز وجل نزل لنا واحد الآية وهم بالآلاف الآيات بالآلاف الآيات التي اختلف الناس وفي فهمها بالآلاف كيف هل ترينا أن هذه نقطة قوة في هذا القطالوب دي الله خليق الكون بالعكس لا يوجد مشكلة حي تقول له واحد خلق صبري صبري نسول صبري ما تهضريش أنا وليك في نفس الوقت حيتاش ما كيت تسمعتي واحد الصراحة كنت تسمعينتي وأنا ما كنت تسمعش دبا عدنا آلاف الآيات نقوله ما شي الآلاف نقوله غير المئات نسهلو معك مئات الآيات شو واحد ما عارف شنو كتعنيك علش ما عارفينش لأنه اختلفوا في المعنى ديالها لأننا احنا ضروري خصنا نشوفوا واحد الناس جاءوا من بعض الرسول أولا قعكانوا معاه نشوفوا عكريم وقاتده مجاهد الحسن وبنو عباس شنو قالوا لنا في المسألة باش نقدروا باش نفهموها مليكا نرجعوا لهذا الناس كالقاهم هوما برأسهم اختلفوا فيها يعني ضاعت المعلومة هل هذا ليس اختلافا يعني الله تكلم بهذا القرآن كيف قد قلون انتوما في الآزل في مولنفيني وكتبه في اللوح المحفوظ وأنزله على صحراويين في 1500 عام وهذه الآيات ما فهموه محتى واحد ما هي العبرة وما هو المعنى والمغزاء والغرض انك تنزل الآيات ما فهموه محتى واحد وش هذا ما كيدخلش في الاختلاف الاختلاف كثير اللي هضرنا عليه قبيلة او لا يدخلوا في ذلك اوكي دبع انا من اللي كيعطيني مثلا شي واحد واحد الجملة صعيبة بزاف وما كان نفهمهاش فكان مشي انه كان فهم الصياخ ديالها بصيفة عامة في نكمل جملة الاخر حيث الى قلت غير واحد الجزء الاول وما كملتاش حتى النقطة كيختلف المعنى انقدر انا غادي نقولك هذيك الكلمة كتعني كذا هذا كتعني كذا كل واحد غادي يقوله بتفسير دياله بحال كيف كتلقى مثلا المنجد طلاب فيه كلمة او كتلقى بزاف ديال معاني كاذت قللي اوكي اللي غادي تجينيك معا صياق الجملة لا تخيف اسمحنيا فاصل ربك وانحر ان شاني اكا هو الابتر انا بالمفهوم ديالي المتواضع والبسيط ديال اللغة العربية لانا اللغة العربية راه بحر من البحور اذاك الكوطر هذهك غادي كل جازاء ديال شي حاجة انا نحرت وصلت على قبلها اوكي يعني غادي ناخد واحد الكادو دي بتنقول لك انت راه اللي درتي واحد وثلاثة عربعة وثلاثة غادي تربح واحد الكادو دونك انا غادي نفهم ذاك الكوتر را غادي تقدر تكون واحد الجزاء اللي انا غادي يجيني شنو هو؟ واخا كيف تنقولو انا كتقولي يا مثلا طالو ترا غادي ناخد واحد الكادو ما تنبقاش اللحة لك شنو غادي فتاني سافي انا غادي اسم رتاحر غادي جيني كادو ديالي فهمت ايشنو ما بغي يكون واخذ كلي حامضة باول انا ما دام القرآن ما كان هدرش ما قلوش انا بحساب الفهم ديالي مخدماش هدهدر انا بحساب الفهم ديالي حيتاش انت الفهم ديالك لا يلزموني انا ونقدر انا نعطيك عود تاني الفهم ديالي ان اعطيناك الكوثر يعني اعطيناك الفصة الرسول كان عنده الغنم والله اعطاه الفصة جزاف قال له الكوثر هي الفصة انا بالفهم ديالي البسط لان العربية بحر غادي جي عوداني اخونا اخر ادي يقولك بحساب الفهم ديالي ان اعطيناك الكوثر يعني اعطيناك الفلوس بزاف لان الرسول كان عنده الفلوس بالفهم دياله واحنا غاديين انخرجوا بما لا نهاية من الافهام وبما لا نهاية من التعارف وهذا لا يستقيم احنا يا احنا ما كنسولوش على الفهم ديالك انتي ركن فنسوله على الفهم ديال الله شنقصده وديال الرسول شنفهم واشترا كيف يفهم البلان احنا بغينا للرسول شنفهم ديك الآية اللي الله نزلها عليه اللي هو فهمها الرسول مش رحهاش ومثال ذلك الآلاف من الآيات قلوا الله أحد الله الصمد شن يصمد عاد من نغرقه في بعض الآيات اللي ما عندها لأساس لاراس ما عندها لأساس لاراس آيات مخربخة تواحد ما عارفها شوف أنا مليكة تقرني واحد كتاب خاسني قرأ من اللي ولتا اللخر اللي جيتو حلته من الواسط بينسوا معنا فهم فيه ولو واش عمقش ديكتاب حلته من الواسط وقرأته وفهمته در رخ سكتب ده من البداية ونهاية راه بستفد الآيات ديال القرآن كتلقى الصورة هادي مكتوبة مذكرة فيها مثلا واحد الكلمة كتلقاها في صورة أخرى كتلقاها في صورة أخرى هذا هو القرآن قرآن عبارة على واحد الكتاب كتب ده من اللي ولحتى اللخر آه عاد باش تفهمه ما شوف يتقول لي مثلا إلا الله غافور ورحيم ولكن نرى شديد العيقات شانطال 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 ما نقدرش نجيب واحد درررير ضررر يا طالوط إياه دررر سكتقرأ واش دبع أنا غادي لعطيك واحد الكتاب قدي تقرأ غير الخارديال وغادي جي تقول لي يا راه أنا نجحت سافرا فهمت؟ ما دام ده بإحنا كان نضرح القرآن ماشي كتاب ده باي لنشدت لك شي اية مثلا نو بغيت نتناقشها معاك واش نقدر ولا ما نقدرش ولخسني ان نقرأ قامل ووجون هادروا فيه كامل خراف لا ماشي تلك الدراجة ولا يعني ممكن نقشو فيه نقشو ممكن نقشو شي جزئية فيه نقشو شي اية فيه نحن نقش عادي متاح كل شي عادي وقلع الزوج قال وضرب الله عندي قيد قولي للعربي يا بحرون وذيك الهضراء دبانا دي نعطيك العربي واش ترحي للآية أنا الوليد دي لفقه ومؤخرا دي 15 يوم كان يقراك يكرر هو بزاف 15 عصرة الحزاب في النهار العادي كل نهار وحد نهار طعي يطلق قال لي شنا هي سونا السؤال وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكاموا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير شنا رأى فقه ربما لم أعرفه هل يستاوي فقه ولا غير ديني ولا ملحد ولا أنا كنت فقه فقه ملحد كنت فقه واخشت لها قلت لجهة كان أخطاره على الإسلام من الأنظمة من أنظمة كبيرة جدا نعود لك الآية رأى هالك باش تفهمها وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم والله زعمق تبارك الله صوت ديالك يقش عر له البدن والله صوت ديالك حظ relatively يا حظ عرAlright أقول قلت بواخس كيتفهموا واحد الحالة والله يريد زعم ما ستغرب صراحة يعني الناس بحالك جميع في القرآن وكاتب اللي ولكن رب لأ شتبك أود قربا لأتحرق تغيب والله يذسح حلاكك أه ضراري تقول شمع ملائب أحد السيد را كان في النازة وما كان شى واحد الذي يبشي يشبه لازة أكثر من النازة وما كان اذن خاطئك وحاد الوحد المشي يبحثا في الوحد تبني نتصف خليني نتصف طلبدي هدايا والله يهديني يود يضع في خاطرك خليني نتصف أملكته اذا لم ينقذ نتصف ده بل واحد مليك يعطيكم اللاسق ويجبلك القابض ويأتيك بما لم تتوقعيه أو طوما تيك موكج بديره اللا كارد يا انت مريد انت يقريت كثر من القياس وهبلت انت موسوس لا 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 مكتلك امريد ولا هاجمتك ولا شي حاجة انا قلت لك في التجويد ما شاء الله والله لقلت لك انا زعماء هذا الشي اللي بغيت موستن لك انا اغلقت لك الماء ما تفتحيش عافك اشان طالعطيني شوية ديالوقس عافك ما تفتحيش الماء كي نقول لك فتحيه ارا كين فين تفتحيه انا ما كان اعضرش عليك انت يا حيث انت يا راه فقط نموذج من عشرات او مئات او ملايين ديالنماديج ديال المسلمين يعني الواحد من اللي كي يجي في الاول كي يطلع عندك كدامنان انتو ما كيفاش درتو هذا ما يمكنش انتو ما ما فاهمينش ما عارفينش ما قريتوش القرآن ما فهمتوش ما بكرتوش ما اكتغي مدافعينكم خلصيكم من اللي كي يغرق معك شوية شوية غي شوية كيكتشف باللي انت ريك قاريه ربما كتر مشي ربما قطعا ويقينا كثار مقاري هو وربما انت يا حافظ القرآن هو معمرو قراءة كامل وخف رمضان كيعرف باللي اخونا راه ماشي غي لا على بينات من امره باش غادي يوجه ديك الحقيقة المرة باش غادي تجاوبه عادي تمشي تقول او دي را كين واحد سيد فالنازا وراه هبل را واحد قراءة بزاف كليك يقولك رانك حك في قيام تملك صغير اغتاصبك ودك شي يرجع عليك دابع كليك يقول او دي را غي الفقر ورا كي يسترزق من الكنيسة كليك يقول او دي را هربت عليه مرطة وخلت له الولاد وادخل داروري ما خاصك تستقلو شي شي مونتيف ما عمار تقدر تقول او دي ربما اخونا راه قراء وراه بالو دا كش اللي انا مباليش حتنا ربما ما قريتش شي اللي يقرأ هو كش كي يقولها هادي لان الله براسو قال هدنا هدرا هادي قالوا ما تلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسالخ منها فاتبعه مش فاتبعه الشيطان فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شينا لا رفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبعها وعاد يزيد بدي يسب فيه الله خلق ابن عدم وكي يسبه الله وخالق الاكوان والمجرات لم انتهي وخالقني انا اللي هو ذرة غبار ويسبني فمثله كمثل الكلب كمثل ماذا كمثل الكلب الله كي يقول عليها انا الكلب انا انا مثل دي الكلب هذا الله كي يقولها كمثل الكلبي ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث هاكا الله كي يهضر عليها وكي يهضر عليها بزاف بحاله لان لان الله ضعيف ما قدرش يواجه والناس المسلمين اللي سلموا راسهم هذه الخرافة اللي هما اصلا غيرثوها ولقينوها فقط هذا فوق مجرد تلقين بيئي مجتمعي من اللي غادي تتلقن ذيك الهضراء هذه جيتاية تقولوها إيوان تياحك أراك هين ما فهمتش أراك ما قردش القرآن كامل أراك ما فهمتش ولا 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 وديروا شي مرة احتمال أننا ربما ممكن نكون قرينا وفهمنا ذاك شي اللي خاص بتفهم ربما بدليل أنني من اللي كان نحل لايف منها ربديتها دي 14 أو 5 شهور تقريبا ما عمر طلع شي واحد وعطانا زيادة علم جامي دلافي نقشنا مع الضاكاتيرا نقشنا مع الأساتيدة نقشنا مع المعلمين نقشنا مع الناس عاديين نقشنا مع الدوية تخصص نقشنا مع التلفية والطبات نقشنا مع جميع الأصلا مع الأزهاريين نقشنا مع كل شي جامي دلافي شي واحد دائما كلام المكرر دائما كلام المكرر نسأل عن الدليل على أن هذا الخالق تواصل مع محمد الكورتي ما كاش دالي الأخت قالت لنا الدليل هو أنه ليس هناك اختلاف أنا أجد أن الاختلاف يتمثل في عدة أمور منها أولا عدم فهم القرآن من أصله لدينا آيات لا يفهمها أحد أو لدينا آيات تحتمل الوجه والوجهين والثلاثة والأربعة والعشر وإذا تعددت أوجه الفهم ضاع المعنى والقاعدة دائما نكررها ما تطرق إليه الاحتمال بطولة وسقطة به الاستدلال ما يمكن أن الله نزل للكالغ وإنما فهموك ذلك الكالغ دا أستاذ شانطان فهمها فهمتها بن عباس فهمتها عيشة فهمتها فهمتها طالغت فهمتها لا شريف نحن نعرف أن الكاتالو يجب أن يفهمه على وجه واحد هذه المصيبة الأولى رقم واحد المصيبة رقم جو جامع دام اللي مفرس كنادي نقول أكدامه وأنك تقولي أن المصحف اللي عندنا اليوم اللي في المغرب بحاله بحاله في السعودية بحاله مثلا بحاله جنوب إفريقيا هذا كلام خاطئ لأنك في القرآن يمكن أن تفتح يقول الله عز وجل إن جاءكم فاسقون بنبئين في صورة الحجرات فتبينوا هذا بقراءة من ورش عن عاصل تمشي في قراءة أخرى تلقى فتثبتوا وخرى موسى سعيق لا مش موسى هذه الإبراهيم كينا ينشرها وكينا ينشزها كينا عند الرحماني وكينا عباد الرحماني وكينا بهذه الأمثلة كينا عدة أمثلة بلايس في القرآن مختلفة في النطق وفي المعنى ملائكة المسومين وكينا موسومين كينا مالكي يوم الديني وكينا مالكي يوم الديني كينا الصراطة وكينا بصاد الصراطة وكينا الزراطة بالزين وهكذا الأمثلة لا تكاد تحصى وكينا مواطن تقريبا 25 مواطن في القرآن يختلفوا فيه ماشي غير اللفظ يختلفوا فيها الرسم يسقط شي حرف مثلاً أو لا يزيد شي حرف بغيت نسولك ما دام شونطال واش عمارك سمعت بيه ولا أول مرة سمعت بيه دالعجبات لا تريد أن تقولوني أنا زعما ما كيأثرش فيها لأنه لأن العربية فيها كسر فيها فيها الواو فيها بزف ديالعجب مواطن ما قلت لك شوش كيأثر فيك وتكوش فراسك باللي كيه كينا كنتي عارفة المسألة هدي راه ملكت ملكت دير فتحة مجيية ملكت دير الضمهية مش كتدير كاسرة مدام شونطال واش كنتي عارفة هاد المسألة هدي عافا انت كتاهضر على القراءة اوكي كيفاش كي يجودوا القرآن لا مش يجودوا القرآن مثلاً مثلاً واش عارفة بلي كينا فتثبتوا وتبيانوا ماشي بحال بحال واش عارفة هاد المسألة هدي ولا أول مرة سمعتها التابات ما قلت لك شرحيلي التابات مدام ما قلت لك شرحيلي عافك إلا ما جوبي على دين أم السؤال انا بغيت كي تجاوبيني لك لأن تكرمت وتشرفت انك يجاوبيني غي على سؤالي واش كنتي عارفة هاد قولي لي كتعافها تقولي لي لأول مرة نسمحها صافي ما قلت لك شرحيها لي عافك واش كنتي عارفها وي معروفة هدي في القرآن معروفة شنو كتسمى هدي اللي معرفها في القرآن شنو كتسمى هاد شي يعني بأنه كتلقى الكلمة بحل هكا وكلمة بحل هكا وكلمة بحل هكا عادي كيف تفسيرنا ذلك؟ لأنه كل حاجة وعندها المعنى دياله وهاد شي رحكين في جميع اللغات اللينجويستيك هاد رح حاجة معروفة كتبديل واحد الحاجة كتتغير المعنى داب احنا الله من نزل القرآن واش نزلها فتاتباته ولنزلها فتبيانه رح قلت لك خاصتك تعطيني المصدر الآية في نفيه كان في سورة الحجورات يا إيو الذين آمنوا إن جاءكم فاسقون فتبينوا وفي قراءات يا أي ابلا سخرة كيقروها يا إيو الذين آمنوا إذا جاءكم فاسقون إن جاءكم فاسقون بنباين فتثبتوا واش كيقراوها او المكتوبة في المصدر؟ مكتوبة فالمصحف في المصحف كنت تقلم ع taoعرفتي ايوح سافه مكتوبة في المصحف في إمينا مشكلة? المشكلة دا بوش اللاها نزلها فتاتباء او نزلنا فتبينو اللي مكتبه في القرآن هي اللي صحيحة نزلهم بجوج عدنا بجوج في المصحف فهذه غتكون معنى وفهذه غتكون معنى عادي ولكن شكل ينزل الله تعالى نزل هادي ولا هادي الله سبحانه وتعالى نزل كل شيء اللي يكون في القرآن بحال ذاك اللي يصنع المكينة رأى اصنع شوف رأى شي مرات رأى تجبد مثلا واحد اللوجيسيال كتبغي تخدم به رأى تلقى هنا كلمة ولكن ما بنفس اللعنى تتطولي الهضرة شوف انا لما تعطيها مسيحة تتدخلها تتكوحها 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 تتكوح لسا نغي نوفر داب الخلاصة هو ان الله تثبته وتبين وياك انا بنعطك شي حاجة ما شي نفس المعنى الله يقول ملائكة اذ تستغيثونا ربكم في استجابة لكم اني يممدكم بألفين من الملائكة مسوومين اسم فاعل وفي قراءة موسوامين اسم مفعول ماشي نفس المعنى ده باش كولي نزلت واش موسوامين اسم فاعل ولا موسوامين اسم مفعول واش كنين بجوجهم في المصحف ايه طافي بجوجهم كل واحدة رح المعنى ديالة بوحديثة في كل جملة رح المعنى كيختلف عادي ما عرفتك شاهدتك كتجيك بيزار شوف انا نقول لكي واحد الحاجة مثلا الى قريتي واحد الكتاب ركتلقى واحد الكلمة هنا كتعطاك معنى و هناك تعطاك معنى لا تجاوبيش على السؤالة مادام انا يكن سورك الله قلت لك اه الى كين اخ المصحف اللي هو المصدر مكتوبة بحال هكاك مكتوبة هنا هكا وهنا هكا رح صحيحة رح هدك شي رحو هدك رح مولياغ مولياغ من اللي يكتب رح كتب بزاف دي الاختلافات ولكن من اللي كتشوف اللي بعدها رح كتقول لها تسيد هذا رح ما كانش تسكرار رح كنك اكتب شي حاجة مادام دبا واش مولياغ بفاسد ولكن القرآن ليس بفاسد كلمات الله اللي مذكرة في القرآن رحها صحيحة مية في المية انتي غيرا كتجاوبي بالعاطف انا متكلاتك لا اخلي دي ناظر دبا اختي ناظر لا ولا 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 دب احنا يا تافقنا انتي طلعتي بدافع للدين انا اثبت وللمرة المليون ان الناس اللي كيدافعوا للدين كيدافعوا بالعاطف دائما اقولها واثبتها على اللايف وهذا مثال مادام شانطال داب الله عز و جل نزل بواحد القرآن واحد القرآن نزلوا قالوا جبريل هكسر نزلوا المحمد قلوا له هذا الهدراعة نزل من اللي نزل احنا من اللي جينا القينا عارفاش حال كينا من الروايات في القرآن لو ما عارفاش يعني كتصد القصة اللي مذكرة في القرآن واتي والله ما افرصك شي وزامة مالاك يطال عغيب العاطفة وانا ما اش نقول لك اش سنطيحة لا ما احبسوا انتي اللي قلت يا الريواء اللي مش حلة من الروايات كينا في القرآن ايو هادا هو المشكلة صاحبي كتطلعوا كتقولوا نراكما فهميش الدين نراكما قارنش الدين نراكما قارنش الدين نراكما قال توش القرآن ومن جل نتخلوا نغرقوا معكم كلقوا كنت توملي والله ما عرفينش وزفة الدين لا يعني انا وكتعلوا كتقولي رواية في القرآن ما معل grades عمارك سمعتSomething عمارك سمعتي بها الجملة دية الرواية في القرآن نسمعتي بها ولا ما عمر سمعتي بها. راه الرواية راه بحل شي قصة. راه وين على قصة باتني انت فلحيتي هات السيدة اللايدي كرا نقضى نقضى سبعة. الرواية راه ماشي ان غومو صاحبي. ممكن اضلكش على غومو ماشي كان على محاجعة. الرواية. سرعة ثانية يا شونطان في هذي سرعة ثانية في هذي بزاق هذي الفرص العام من هذينا في الفرص النقاشة الله يبارك فيك سرعة نضحكتك والحمد لله معافرة من يضحكتك والله لعدمت الدعوة ديالي غدا تكون في محل دياله انا راني شريفة قيصة هذي قد اندراف شية ان شاء الله هذي ترجع تأمم بالناس لا نشاء الله معكم بشيلة الرواية هي قصة ضروري غدغة نصليل بزاق اليوم ان شاء الله معاي ودنتلقى نفس الأول لانا قلعتيني ان شاء الله لا تحاجة ما بعيدة عند الله سبحانه وتعالى كون شكرا انا طويضك المصحف انا اللي ابي حاني فتى ايام والداريج لي حتى طف بلاستو ماذا من النفس كتطلع وكتنزل راه باب طوبة مفتوح انا سولك واحد حاجة واش الاب ديالك عارفك بانا كانت تدعم الحتي على الدين لا باش تلك الاب ديالك انت ما قلتش تقول ليتش انه تخدمي وقلت تسوليني الاب ديالك لا حيث قلت دياله وفقه يعني ما كيسولكش ما كيسولكش عالش ما كديش تصلي معايا عادي بالنسبة لي ولك يسولك هاد السؤال دبا انت ما قلتش تسوليني تاوش كتتخدمي وبغيتي انا نقولك شنو عندي علاقتي مع ابا لا مش معنا علاقتك معه لا غير غير من ناحية ديال الدين مش علاقتك مع ازا ما فيش حاجة اخرى شوف انا عارف اني تريسينتي طالوت تريسينتي ما يقرر لوتيا واحد الناس اللي قراب عارفين تريسينتي دوك تريسينتي ما كيقرر لوتيا يعني ما تباكي لي معاك اللي كيعارف طالوت مايجيش يهضر معا في الدين لانه هاده غايحصل اللهم ما كيقول خلي الزمر اختصار هاده واحدا ثانيا انتي يا مادام ليكت طلعي واشباهكي كثير على الاقنت يا مربية دوك انا كنشكرك لانك مربية وهدا نادر صعب انك تلقى واحد انسان مربية كون مكتش مربية ما ديش نجرر معاك هذا الساعة ولا خمسة واربعين دقيقة لا ما قديش نطيح عليك الهضراء ولا قديش نقول لك شكل ما ماشي زمينة لانه كيبقى دائما الاختلاف فهمتيني كل واحد واشنو وجهة نظر ديالو هادك الناس اللي تلقونه كيبقوا يصبوه هذا انا قطعت لك الميكروفون لانه ما كنت سمعينيش نقولك خلينا نظر تاوحد ما يقدر يسبب الاله طالوت العظيم سبحانه وتعالى تاوحد ما كي يشهد المره اللي يجيسد بنا كان الطبات ادعسوا عليهم دعس الاليه من كرفس عليهم كان واحد المجموعة ديال الطبات اللي يلاقيك معهم ديريهم وانا واحد الفرشيطة في الحلقة ديالهم هنانا فوقش مكان حاليلايف كي يصدقوا على لايف ديالهم وكيدخلوا بلي فوقانطانو كيبداوا مقابلينو كيسكرينيو وكييتعلموا الدين ديالهم باش يمشوا ويبقوا يدبزوا مع الملاحي ذلك ان الاله العظيم سبحانه وتعالى طالوت تاوحد ما يقدر علي فتش هذه واحدة ثانيا ما ضمت اياه واحد الاكزامبل حي لملايين ديالاشخاص بدون مبالغ قد نقول لهم ملايير لأن شهنتهم مليار ومص مليار وربعمية وتسعة وتسعين مليون الدين ديالهم هو هذا هذا هو الموضيل ناس حاسبين ملاسهم ومعتقدين انهم كيعارفوا في الدين ولكن والله ما كيعارفوش فيه شي حاجة ومشيغي هذا فقط لا كيعتقدوا بأن الناس اللي كيخرجهم الدين ولا اللي كيناقشوا الدين ولا اللي كان اظهروا في الدين هم مجرد انسان اما مريض نفسي اما جاهل اما انك حفقهم لي كان صغير اما مزير في الفلوس اما مكتأب اما باقي يعطي المؤخر ضروري شي حاجة يلتسخلك شي مرض ولا شي حاجة سلبية بشياناليزيك هذا هو التحليل النفسي الصبياني البائيس اللي كي ديروك اعلمو خالفين للأسف ما عمر شي واحد يجيك فاص وقصل الطابلة ويبرد لك الخضائي مكيناع شادي يدخل في اللواء واش ملحدين والله يلا شوف والله مقارين كي يطلع عندك لللاير كيقول اش دانين اطلع واش دانين امشي نهضار معاه كي اكتشف اه انت فكيه اه مكش عارفة اتبارك الله كي تقرأ القرآن صوتك جميل اصلا الصوت ما عندوه على قبل قراءة صحيحة بالقرآن وهذه من بين المصائب الكبرى عند المسلمين قراءة القرآن لا علاقة لها بالصوت القرآن كيتقرأ ماشي بالصوت القرآن كيتقرأ بالقواعد كيتقرأ بمخارج حروف كيتقرأ بالصفات مخارج الحروف سبعة عشر على الذي اختاره من اختبر فالف الجوف وأخته وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقص الحلق هامز هاء ثم لواسطه فعين هاء أدنه غين هاء والقافو أقصى اللسان فوق ثم الكافو هاكا كيتقرأ القرآن بالصفات وبالمخارج الصوت من لم يتغنى بالقرآن فليس منك تبدأ غير تغنى به أما أنا بلا صوت نقدر نقرأ قراءة صحيحة بدون صوت أما ساعة و تسعين في المياه اللي كي قرأوا بالصوت كي قرأوا غير كي رجعوا مثلا وما أصابكم يوم التقى الجمعان وحدي يقولك واو قراءة وعران لا ما وعراش ما وعراش قراءة فاسدة جدا 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 والصحيح أن تقرأها كالتالي وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله بلا صوت عاري وهذه قراءة صحيحة حاني ستكوحة معلومة خلاص ولكن أصابكم وما يتقى الحروف والكلمات القرآن تتعطي نبرة الخشوع يعني الإنسان كي بغي يسمع القرآن يعني يعني كتعطيه واحد الخشوع يعني كتسمع ذيك ذيك الرنة أنه القرآن مجود بواحد طريقة زوينه هم تتكوحة نوصل لك ماشي هاتش اللي بتتوصلين عندي سؤال خر دابا القرآن واش ضروري خسنا نتغنى بيه باش وصلنا الخشوع واللغم قرآه عادي خسنا نتخشعه سؤال مباشر جاوبيني بجواب مباشر بليز لا ماشي ضروري خسنا نتغنى بيه ماشي ضروري اه يعني خسنا نتخشعه بيه عادي اه عادي مش مشكلة دابا قدي نقرع قدي نقرع لك واحد الآية اسمعها وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشذ من القتل وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ تخشعتي هنا يا مزيان أنا عادي نقراري فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم واخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا أقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم تخشعتي هنا يا مهما 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 نفس الإحساس نفس الإحساس مهما 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 حاجة اللي خلتك تخشعي مهما كلام الله يعني كتسمع واحد الهضراء اللي انت القلب ديالك ينشارح الله نشارح الصدرك شنو 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 الكلام الله شنو قعطني المعنى شرحي لديك الآيات اللي أنا ما ماشي ضروري باش نشرح لك المعنى المهم أنني كتوسرني ذك الدبدابات كتصرح لي فدت دي يعني كنرتاح دا بعندي واحد آية أخرى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا جَمِيعًا إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا تَوْبَتَ لَهُمْ فَإِنَّ رَبَّكُمْ ذُو عِزَّةٍ لَا تَعْلُوهُ عِزًّا وَهُوَ قَاهِرٌ لَيْسَ فَوْقَ قُدْرَتِهِ شَيْءٌ سُبْحَانَهُ إِلَّا آمَنَا نَاا تُخشَعْتِي شويةً؟ ونعمة بالله ليس لقدرته قادر وش تخشعْتِي شوية؟ الحمد لله وش حسيتي بالإحساس كذلك تسمعي القرآن الكريم وئ وعلى كل شيئ قادر وكذلك لآية القرآة روعة كذلك؟ روعة يعني في واحد العمق وصفيني هذه الآيات وصفة عما أماكني يعطيني عطيني شنو كتحسي فيها بالطبع يعني كتحس بأنه واحد الكلام مش بحل ديالي ولا ديالك ولا دياله أخر نعم أدين ده بعد نعطيك بلا ما وعدين نغني ذاك الآية وعدين نعطيك نفس الآية أحدها ولكن ما ديش نغنيها وقول لي وش هتحسي بنفس الآخر وإذ قال الشيطان إني جالس في مجلسكم حتى إذا ذهب آدم إلى الجنة فإني ملاقيه ثم إذا أكل منها فلن أتركه حتى يدخل جهنم والله عزيز حكيم وش حسيتي بنفس الخوشوع ديالآية الأولى فهذه الآية أنا هادي ما بانش لي فيها قاع حس القرآن اه ليش شو نفق بيها؟ بل يفق بيها الزيكزاك والله أعلم والآية اللي قبلها كانت غادية مزيان بعدها والله أعلم فاش قلتي إنه على كل شيء قادر هادي كرها يعني دابان تيارك الحاد دابان تيارك الحاد دابان تيارك الحادية مع الشاط دابان الشاط لي الحراك لي الفين أنا أصر، أنا كنا دربعاك طاف يده ما كنجوفش قاعلك خونتيالي دبا باش نتفاهموا. اي باش نكونوا مفاهمين. انا رايش بدي سمعك دبا يا. را ثلاثة صباح عندي انا. طاف يضه. انا را ربعات صباح. وخالتك باقر شد. دبا غيباش نتفاهموا. دبا احنا حلينا غيباش نقولوا الناس مثل الخيارة غدا عندنا لايف معه ماروان صدقنا غدا نعسوا ما دين ديروا لاماروان لولو. دبا ما ضام هذاك شي اللي قرأت عليك. راه ماشي قرآن. هذاك شي غيانا اللي فتو من راسي. عشو. في اللايف. ومع هذاك قرآن. هذي اللخرى انا عرفسها مشي. لا مشي اللخرى. لقبل اللخرى. تالخرى وكما قرأتها هالك بتجويدة تجي قرآن. لقبل اللخرى غيقلتها وما انش عارفها شو ما كش نقول. هذي كما مشي قرآن. لا قبل اللخرى قلت ي في اللخر. اه وهو على كل شيء قادر. هذي قرآن. انا قرر هذي كله وهو على كل شيء قادر. هذي كتزرع فراسي واحد. واحد الخوشوع. يعني. وخب نسمعش كل شيء في اللخر. ارا اش حم المرات كتكون كتسمع مثلا في القرآن. اه اش حم المرات كتسمع كتسمع واحد الكلمة ولا جول. اه ربي 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 ربي. ولكن هذي اللخرى ما ما حركتش في الساكن. تلا يا هذيك وزيما الاخرين حركتك. وزيما كانت منالك اطالوت كانت منالك الهداية. زيما انا كنت شكرك على هذا الحوار. وخا شكرا لك مادام حوض. الله يهذيك اطالوت. الله يهذيك. شكرا لك مادام شانطال. على هذا الخوشوع والرعشة الايمانية اللي جاتك. رغم انها مجحك والو. الله يهذي من يشاء. لا. وهذه دبان قلت لك. انا يزيك. رغم انها مجحك اطالب عليك. رغم انها تتعلق لي ويسام ولا تتعلق لي شيء حاجة. راح. قلنا انا هذي روما دون سدولك الميكروفون. انا قلنا لكم مليكة حضرين. انا كنت ماشي. صاف انت يا راه هذرت قل يلا احلي الميكروفون خودي ثلاثين ثانية وهدري باش نختم. يلا تفضلي خودي ثلاثين ثانية. افتحي الموك. قل اللي بغيتي وهبطي. تفضلي. واخا انا بغيت غير نقول لك هاد الاختلاف اللي انت كنت تهضر عليه. حاول قلس مع راسك. ماشي ملحبه ده مثلا. يعني ماشي كان قللك هاد شيء خطك تديره. عندي غير وجهة ناظر. حاول قلس مع راسك. ما ربما هادك الافكار اللي جاتك. حتش مرات ترا الشيطان كيغلب. وخانك نكون وحنا ما نعرف شنو. حاول قلس مع راسك. حاول دير واحد اعادة الناظر. في ذاك الماكينة اللي وصلت. ارا تقدر تهضر مع. ثلاثين ثانية. تقدر تلقاش في حاجة اللي غا ترجعك. طيب في سالة ثلاثين ثانية يا مادام. شكرا لك مادام شونطال على البصاج ديالك. شكرا على الحوار الجميل. انا غايت نثبت للناس اللي كي يسمعوا. ودي يكونوا بالالاف. ده بعدنا في اللايف خمسمية. ودي تسمعوا كتر من خمسمية. ان المسلمين الغالبية الساحقة ديالهم هما هكا. هما هدا هو الموضي الأخت شانطال. كتربريزنتي الاغلابية الساحقة ديال المسلمين. هما ناس ضانين فراسون بلا راهم فاهمين. وباللي احنا المخالفين غير ما مزرفين. اما مصيوقين. اما منكوحين. اما مخلصين. وحنا ما فاهمينش. ملكا ندخلوا للصح والنقاش. ما كي يبال العكس تماما. ملكا يبال العكس تماما. شنو غادي ديرو. كي بدأوا يدعونينا الله عز وجل. يوان سألوا الله عز وجل ديالك. ها انه حبتك مالا ملح لاتين الماء. صافي ديالك. اعطيتك 30 ثانية ختمتي بها. ديالك قضي الأمر. خليني ديالك نختم باش نصافي ندوزوا الحاجة اخرى. من لي كان نوصلوا للحائط. كانوا اللي ندعو مع ابن آدم ونسألوا الله يهديه. ونسألوا الله يفتح عليه. وراء الشيطان ماشي سهل. وإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم. وإنه يراكم هو قبيلهم من حيث لا ترونهم. وأن الشيطان قال لا انخرتني الى اجل قال رب انظرني الى يوم يبعثون. قال انك من المنظرين. قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ويقول له لا اتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائرهم. ولا تجد اكثرهم شاكرين. ويقول له اه 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 ادنين دير لهم. ادنين فعلهم. ادنين بكر لهم. ارى الشيطان. علاش? هذا هو السلاح اللي يبقى. سلاح الدعاء. سلاح كنت منالك انك تعيق. وارح ناعقناه. لاش اتمنىي. ارى هنا اللي خاصة انت منالك. ارى حدرت معك ساعة وما اعطيتني اتا شي دليل بل اكتشفنا. انك والله ما عارفش ما كان اهضرش على الشخص ديالك ماذا. كل احترام والتقدير والحب. مرحبا بك في اي وقت ابغيت يتجاعدنا مرحبا بي. لكن انا كان اهضر على الملايين. انا كان اهضر معنا سخارين كي يسمعون ذا ابا. ماشي معاك انتي شخصيا. كان اهضر مع فاطمة وعبد العزيز وعبد الرحمن وميرودة وناصر الدين. وحانة كين البزاف اللي يسمعون اتشي. انتوما كم سلمين والله ما عارفين شي وزا. انتوما مسلمين لانكم لقنتم الاسلام كما لقناه من قبلكم. وصدق فيكم قول الله هذا ما وجدنا عليه اباءنا من قبله. وانا على اثارهم مهتدون او مقتدون. فقط. حاسب ان رأسكم باللي فهمين. لان العلماء ديلكم والدعاء ديلكم يكذبون عليكم. حتى لا يموت الههم في انفسكم. وقد مات. لان الاله. ما هي حلقة ديو يعيش من الترقع. كاثورة وكبورة الخرق على الراقع. ما هي حلقة الدكمة ترقع وش حلقة الدكمة تكذب وش حلقة الدكمة تكالي. سايبون لا يجعل باركة. الاله مات. والديانات ستندحر. وستزول. مسألة وقت فقط. وما الذي سيزيلها. الاله طال والطبع عن رقم واحد. ولكن العلم. ولكن العلم. لانفورماسيون. عدنا معلومات. اي واحد يكذب علينا شي كذبا يمكن اننا نفيري فيه ونشوف واش بالصح ذاك الكلام كين. او الكذب وبهتان عظيم. اي واحد. اكتشفنا ان دعاة الاسلام وعلماء في القديم والحديث مجرد كذبة. يكذبون حتى لا يموت الاله. وجبنا احنا وجينا احنا وكنناقشو. اعطيونا رب الدليل ان الله هضر مع محمد. زير دليل. وانصحوك الى الاخت شون طال. مدب انك لا تتعرفيش. الاله العظيم طارق. نبينا امي. لا يقرأ ولا يفقه. مانول لي وآظار. صافي صافي خلي تلحس الجيء اقرأ. صافي. خلي تلحس الجيء. شكرا لك شكرا لك. شكرا لك. مش هكرا على وجه. زحياتي لكم مدام حنط. نهار كبير هذا. نستعد نافي. او مولها يقرأ. صافي اللحيات دريخ دمت حتى نقوم لي امرض.